السلام عليكم ورحمة الله لا تنسوش الترى مع اصحابكم و يحببكم أشهر لي لايك و المزيل ما تابناش في القناة لي ما ينساش يضغط على زر الاشتراك و اشترك معي في القناة كانت اني لكم مشاهدة و امتعاي ان شاء الله گنا بدا معكم هذي كيكا يعني كيكا اقتصادية سهلة و هدل غياف و احلمون جوين الشكل جعله نحضر 5 بيضات 150 جرام السكر 100 جرام الزيت أو كز العنبة نخلطه دائما على الطراب الكهربائي نأخذ ثلاثة دائما الياغورت نحضر 1 بالفاني و 1 بالمونج نحضر جوج العلب نستمر في الطراب و لا تنسى القبيصة الملحة الملحة هي التي تصحح الضوء في أي حاجة جميلة نضيف دقيق دقيق دي ما هو معروف لحسب الكيكة الخليد الكيكة نجد تقضي الكيكة لا تقسح خليط يكون جيد و لا تنظر الكيكة نغرب الملحة كي يتم تقضي أكثر لكيكة ناجحة سوف تتضرب المكونات الخميرة والدقيق بالنسبة ل الخاميات الحلوية اضعت 3 ساشية الخاميات الحلويات وبالنسبة لدقيق 300 غرام تقريباً ديال التقيق أو 3 غرامة ديال التقيق او خالت ديالي كيف يجي سافي هنا اخذت هاد المول الفرديين باش ندير كيف يكات فرديا خالت واحد وقسمت ديالت جوش اشكال هاد المول اللي كيجي يعني الشكل ديال المول التوركي وصنعه صوبوه في المغرب يعني صيناءة مغربية مول ماشي يعني يرخيص في التمن دياله كيف يرغل عشين درهم يعني كبديل اللي مول ديال التوركي الغاليين صار حاشتو عجبني ولقي التمن ورخيص واخديته وكي صدق فيه كواعرة ما كدبش عليكم يعني ما كانش الفرق بينه وبين المول التوركي كندهن يمول ديالي داروري من الزلدو كنشون دقيق سافي الفران شعلته على مية وتمانين درجة غنشعل الفران ديالي من تحت حتى تطلع معي الكيكة عاد غنشعله من فوق باش تحمر طبيعا هاد الحال الطريقة المعتادة اللي كنطيبو بي هالي كيك ديالنا هندما كتشوفو الكيكة ديالي فاشتابوا هاد الكيكة الفرديين كيجوغزالين كتحضروا هذيك الحفيران كتديرو في هالك الكريمة انا خليتهم هكاك وصوفت القناش ديال الشوكولات يعني درت مية غرام ديال الشوكولات مع تمانين غرام ديال الكريمة قيش دطارية او الحليب كتدوب هذيك الشوكولات صافي يكديروا القناش او كتحضروا كريمة ديال الحامض او الكريم باتي سياغ اللي بغيتو باش تديرو في هاد الحفيرات ديال كيكة الفرديين وما كتخليهم غير هكاك كتديرو عليهم فقط شكر غلاسي وصافي انا ان شاء الله همشيوا الايكيا احنا خطرق باش نمشي ونجيبو ذاك الشي اللي خاصنا ونشاركو معاكم يعني صراحة ايكيا فيها تخفيضات رائعة سبعين في المية من تخفيضات اللي بغي يمشي يدير المشتريات ديالو يمشي كان خاصنا هاد البلاكار نديرو في بيت ديال بنتي للأدوات للغنجمو كانت خاصني كوزينة ديال المطبخ عندي المطبخ صغير مشي كبير عندي واحد المساحة خاصني ندير فيه واحد لطبل واحد الطبلة المهم صافي اخدينها ولقينا دكشي اللي بغينا وهنا كاي اللي غيدو ولوسايد التواب اللي كاينينا وما كتشوفوا التامن ديالهم الصراحة لأتواب غزالة ما تديرو بيهم لي كوفغلي ولا لوسايد ولا المهم أتواب رائعة عندهم في ايكيا كتاخدوا بالماتر شحال ما بغيتو المهم بغيت غير متقسم معاكم هاد الكوان هدا هو البلاكار اللي خدينا كتاخدوا واحد ولا كتاخدوا هم جوج فيهم فيهم الصلد دالين فيهم الصلد صراحة زوينين بزار كتاخدوا معاهم هادو كل بيبان ولا كتاخدوا هم بوحديتهم وعجبوني هاد القراعي ديرين 25 درهم لوحدة ديرو فيهم القطاني او ديرو فيهم الطحان بزار ديال الحويج وديال الزاج يعني صراحة غزالين صافي هادو هما المشتريات اللي درنا غديمشوا لطا ان شاء الله ونتقسم معاكم ذاك الشي اللي اخدينا هاد الكراسة اخدينا هم فنين مع الطولام على صلاة مونجي اللي غن ديرها ان شاء الله في الكوزينة وصافي يسالينا للمشتريات ديالنا من ايكيا انتو ما كتشوفوا التخفيضات 70% اللي دايرين وكاينين همزة غزالين اللي بغي يمشي شري شي حاجة يمشي ياخدها بالمسالي والتخفيضات صافي رجعنا للطار هنا كنكبو هاديك لصالة مونجي بصراحة كل شي كي يجي في الكتاب يعني الطريقة كيفاش غتترك بكون شي ساهل وعجبتني بزاف هاديك لطاب يعني الكراسة ديال همتان الكراسة دايرين ميان ميادرها من الكورسي همتان بزاف وحتى الطبلة يعني جات ماشي كبيرة بزاف على حسب المساحة اللي عندي انا خاصة في المطبخ وعجبتني الصراحة الماتير ديال الخشب والزوج ديالي هنا هو اللي كيركبها ذاك شي يعني ساهل كيتركب ذاك شي في الساعة هنا ركن الليل وصافي بدأ كيركب لصالة مونجي وهذاك البلاكار ديال البيت النعاس ديال بنتي اللي غا تقدر فيه الطرنجي فيه الكتوبة يكتبوا فيهم الكتوبة ديال هم واليداتي المهم كي ينضموا بزاف هدوك البلاكار ها هما الكراسة يعني كيتركبوا بكل سهولة كل شي كين في الكتاب صراحة عجبوني هاد الكراسة بزاف غا تلقوهم ديما كالجنين في ايكيا هاد النوعية كتلقوهم ديما كينين يعني متان بزاف وكاي يصلحوا يعني ما كياخدوش بلاسة كتيرة في الكوزينة وثمان ديال هم كيما قد لكم جيد مناسب وهو ما من بعد ما تركبوا الكراسة والطبلا من بعد ما تركبات صراحة جات كيما كنت بغيها عجبتني بزاف هاد طبيلة يعني خدات لي جاتني شام في البلاسة اللي كانت خاصاني في الكوزينة المهم هاكا الفطور فاشي بغي وليداتي يفطرون يقلسوا في الكوزينة ويفطروا في الكوزينة وصافيو هنا الزوج ديال كيركبوا واحدة بالاخرى ديال واحد بيت ديال القلاس صراحة كل شي كين في الكتاب فيه كل شي وكينجوا حتى مع هادوك كل شي كتلقوا في الصندوق ديال يعني ذاك الشي اللي كتاخدو ديال الاتات كان حتى هاداك المفتاح الساروت لي باش كتركبوه الواحد الصغير يعطيو شوية الخاطر لحاجة واكيد اي حاجة ما تحتاجوش انكم تجيبو اللي غير يركبليكم ولا غير في الدار تقدرو تركبو اي حاجة كتشيوها من ايكيا بكل سهولة هدا هو الشكل ديال الطبلة يعني كتجي طبلة عريضة الواحد القلسة عندي في واحد البيت صغير وهادي التجيرات اللي معروفين كيتباعو في ايكيا هادو ب تسعود وتسعين درهم كمنظمات نقدرون نصاو نديروهم في الحمام نطمو فيهم ذاك الشي ديال الدوش او كتحطو فيهم الخضراء كتحطوها كفوحد البليسة في الكوزينة المنظر ديال هازوين والماتيق ديال هاغزال مهم ها هي اهو البلاكار اللي اخديناه ها تركب صافي البلاكار ديال اللي غن ديرو في البيت ديال البنتين هو مركب ها هو الشكل دياله كيفاش كيجي درتو في هاد الجي ها هدا البيرو ولكن اكيد غادي نحول له البلازة معا ما عرفتش حسيت ماشي بلاستو تماما امو هتا تقولو لرأي ديالكم في الكومنتر واخدينا هادوك السندق اللي كنحطو فيهم كمنظمات كيحطو فيهم الكتوبة او الحويج ديالهم مهم زوين بزاف كينددو هادوك السندقات تاهم التمن ديالهم مرخيص وهدي هي التاجيرا او الازي تاجير لي معا ما عدش كي غنسميوها منظمات يالي كنجمعو فيها الخضراء كنجمعو فيها كنجمعو في الحمام كنجمعو فيها الحويج ديالحمام صافيش تطبلة ديالي ديال كوزينة كيفاش جاتو هاد القراعي خديتهم حتى هما بتعودو 30 درهم ديال العاصر معا ديك القراعي ديال الصابون بشرة دراهم ديال الزاج صارة حزوينة بزاف هاد القراعات كانوا عاجبيني ويلا جات الفرصة خديتهم وهاد القراعي عغزالة نديرو فيها الصابون نحطوها احدى اللفابو ديال الكوزينة نحطوها فيها الصابون هاي الطبلا كيفاش جات الربعاد الكراسة مهم جات مناسبة في البلاسة فينكو تباغياها يعني بحل ما الصراحة فاش مشينا ما مخديناش العبار ولكن جبناها نيشان وهدا هو البلاكار كيفاش كيجي ما عارت وش غنخليها في ديك البلاسة ولا غادي نبدلها البلاسة نخليها البلاسة اخرى صافي ما هي القراعات اللي ديال الصابون كندير فيها الصابون باش نحطها احدى اللفابو المهم هدا هو الفيديو ديالي كنتمنى انه يكون عجبكم وخديتوا افكار وخديتوا استفتوا منه وإلا كيعجبوكم هاد النوع ديال الفيديوهات خليوا لي في التعليقات الرأي ديالكم وهو هدا هدا بيديال بنتي المهم البلاكر اللي اخديناه تمن دياله مناسب جدا صراحة والكاليتي دياله يعني الانتين وصحيح يعني اراميز الكتوبة واراميز الحويش ديال الوليدات انتما عارفين صافي هدا هما المشتريات اللي درناهم كنتمنى الفيديو ديالي يكون عجبكم وإلى فيديو قادم ان شاء الله شكرا